بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السابعة قياس الأداء في المحاضرة السابقة تكلمنا عن قياس الأداء في مراكز التكلفة والآن بنأخذ رقم 2 مراكز الربحية البروفيت سينتر مفهوم مركز الربحية هو دائرة نشاط يحاسب مديرها عما يحدث بها من تكاليف وإي إرادات يمكن التحكم فيها وتدخل في نطاق رقبته قياس الأداء لمراكز الربحية يعتمد قياس أداء مركز الربحية على أنه منشاء مستقلة هدف تحقيق الربحة وعلى مدير مركز الربحية تعظيم الربحة بشرط أن لا يضر بمراكز الربحية الأخرى ويعد قسم الأدوات المنزلية في منشاءة تجارية مثالا لمراكز الربحية ولكي تأخذ المنشاء بمراكز الربحية فإن هناك ثلاث معايير هي إيه؟ واحد أن تتضمن المنشاء وحدتين أو أكثر يمكن قياس تكاليف وإرادات كل منهما بشكل منفصل اتنين أن يكون لكل وحدة القدرة على الرقابة والتحكم في إراداتها وتكاليفها وبالتالي القدرة على التحكم في مين؟ في الربح لأن الربحة بيجي منين؟ إرادات ناقص تكاليف فلابد أن أنا كمركز رئيس مركز الربحية أكون بأقدر أتحكم في إراداتي أسيطر فيها وأقدر أتحكم وسيطر في التكاليف ثلاثة التقرير عن ربحية كل وحدة بانتظام للإدارة لعليا لتقييم أداءها ويعتمد قياس أداء مركز الربحية على صعف الربح لكل مركز الربح الممكن أن يتحكم فيه بيساوي إرادات يمكن أن يتحكم فيها ناقص تكاليف يمكن أن يتحكم فيها ثاني حاجة نسبة صعف الربح إلى المبيعات اللي هو صعف الربح مأسومة على المبيعات في مية طب مثال لو قلنا أحد الأساليب التالية تستخدم لتقييم الأداء بمركز الربحية ده زي سؤال كده نختار ألف ولا بق ولا جيم ولا دال مركز الربحية بنقص أداءه عن طريق حكتين لو تفتكروا في الشريحة اللي فاتت عن طريق صعف الربح أو نسبة صعف الربح من الموجودون دول في الاختيارات أكيد باء يبقى الإجابة صحيحة باء وتتمثل المشكلة هنا في تخصيص التكاليف العامة مثل تكاليف الإدارة العليا وتكاليف البحص والتطوير وتكاليف خدمات الحاسب الآلي وعلى مراكز الربحية بدقة لابد أن نكون هي تتعمل على مراكز الربحية بدقة ويفضل تحديد ربحية كل مركز قبل تخصيص التكاليف العامة وبعد التخصيص فالتخصيص قد يترتب عليه تغيير في مواقف مراكز الربحية النسبي اشتركوا في القناة